عايزة اتكلم عن الكتاب بقى جزء جزء هنبتدي كتاب العنوان الاول وبعدين نبتدي ندخل جوه الكتاب ونبتدي بالعنوان صهرة مع الفاتشينو اختارك للعنوان يعني كان ايه فكرته وليه حددت انها صهرة يعني طبعا نعرف ان الموضوع فيه قدر من الحوار الخيالي وده هنتطرق له بس هي ليه صهرة مع الفاتشينو ليه مش الفاتشينو بس اولا لان فيه في الكتاب اللي اتعمل عنه بالانجليش عمله صديقه لورنس جروبل اسمه الباتشينو اوكي فكان ده بالنسبالي خلاص ده بالنسبالي خلاص ده مستبع دي حاجة الحاجة التانية فكرة الكتاب نفسه اللي هو مش لازم تبقى صهرة خاصة انا وهو مش لازم ممكن تبقى صهرة للقارئ نفسه هو عايز يععد صهرة مع الفاتشينو تفضل الكتاب ده هو صهرة مع الفاتشينو هتلاقي كل حاجة انت عايز تعرف عن الفاتشينو ده صهرتك مع الفاتشينو حاجة تانية في جاذبية ما في العنوان خصوصا انا في الاصل روائي وشعر فالعنوان الشعري او اللي فيه مسحة روائية او مسحة ادبية بالنسبالي بيبقى جاذب ده غير الحماس اللي انا لقيته بقى من الاصدقاء على الاسم لما تكلمنا عن الاسم بالزبط يعني الصهر الليل الصهر مساحة للحك مساحة ايوا فهمتو حضرتك يعني حتى انت لو قاعد لوحدك في البلكونة كده بالليل ايوا صهرة هتحكي ايوا وحترغي حتى مع نفسك ايوا يعني هو اللي فكرة الصهرة نفسها فيها جاذبية بالزبط خاصة جدا ايوا 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 وبناء عليهم حتى يعني انا مثلا في كتب اللي قابل كده العنوان فيها اتغيرت مرة واثنين وثلاثة واربعة يعني العنوان الاول اللي ببتدي بيه مشروع ممكن يبقى عنوان مختلف تماما اي عن العنوان النهائي اي ما عدا هذا الكتاب اه جميل الكتاب ده من اول لحظة هو اسمه صهرة مع البتشين اشتركوا في القناة